مرحبا برج السرطان اهلا فيكم في قراءتكم العاطفية قراءة رح تصلحك الطالع الشمسي وايضا القمري نمتدي اول شي ببرج السرطان ما الذي ينتظرك في الاسابيع القادمة مع الشرك طاقة الشرك او الحبيب الطاقة العامة للشريك وعندنا الكارتات اللي يتفرعون برج السرطان او الكارت عندك او الطاقة العامة الخماسيين كأنما هني قاعدة اشوفك على وشك الخروج من وضع والدخول في وضع جديد ولكن الجميل في هاي الكارت حق طاقتك هالشهر ان خروجك رح يكون انسيابي مو خروج مفاجئ مو خروج بطريقة ان تتخلى عن كل شي قديم لا بالعكس كأنما انت تدخل في شخصية جديدة لك قاعد تتعامل مع الامور بطريقة مختلفة ولكن انت كمان كانسان قاعد تتغير قاعد تتطور قاعد تنمو والتغيير صير انسيابي لان شوف هذا الشخص يوازن نفسه على الخماسي القديم فاثناء ما هو متوجه الى الخماسي الجديد طاقة جدا جميلة مع الشريك خلنشوف كيف الشريك رح يقابل طاقتك اربعة الاكواب لان الشريك هني كأنما متعود ان دائما انت اللي تبادر انت اللي تعرض عليه شوف اربعة اكواب معناته صار في نمط عنده ان دائما انت اللي تعرض عليه او تاخذ خطوة تجاهها صح ولكن الخطوة اللي انت رح تاخذها في طاقة مختلفة مو طاقة الماء اللي متعود عليها الشريك طاقة بورت السرطان الحنون الشاعري الهادئ اللي يسامح اللي قلبه كبير وما يهم من اللي ياخذ اول خطوة صح فانت هني كأنما الشريك يفكر ان انت متعمد الابتعاد عنه او عدم المبادرة لانه متعود انه دائما هو يجلس في مكانه وانت اللي تبادره ولكن انت لا اللي اشوفه هني انه مو قاعد حق في بالك انه تتعمد تأذيه او حتى الضايقة وانما ابتديت تستطعم حلاوة النمو الشخصي انه انا من اكون كبرج السرطان بدون هذا الشخص في حياتي مو معناته اني اريد ان ابتعد عنه او لا افكر فيه او ما احبه ابدا ولكن ما الذي يعني ان انا اوازن نفسي اعرف امسك العصى من النصف ولكن بطاقة التراب الخماسيات من دون ان اكثر العطاء كثرة العطاء نعود الناس مثل ما نقولك انت تعود الناس او تعلمهم كيف يعملونك وهذا اللي صاير يا برج السرطان كأنما هني هو متفاجئ شريكك وما يعرف شنون رح يتعامل معك رح يتفاجئ بتغييراتك الايجابية والنمو الشخصي على الصعيد الشخصي قاعد اتشوف هني نموك بعيد عنه او ما يخصه بشكل مباشر خلا نشوف عندي كرت العاشقين العاشقين هو كرت برج الجوزاء ممكن انك تتعامل مع برج هوائي او حتى ترابي هني عندنا طاقة التراب ولكن دائما هذه طاقة توأم الروح او الشخص الثاني ممكن ايضا هذا يكون بالنسبة لك انت في هاي الطاقة ما بين الشيئين الجمع بين شيئين انت في مرحلة انتقالية مثل ما قلتلك تعرف مرحلة النحت لما يكون عندنا قالب كبير ما في شكل ما في تعبير لانه مجرد قالب انت قاعد تنحط نفسك بنفسك خلال هاي الفترة قاعد تدخل في الشخص الجديد الشخصية الجديدة قاعد ترجع الى نفسك ولكن مو اي نفس النفس القوية شخصيتك القوية قاعد ترجع لها قاعد توجد نفسك خطواتك في طريق غير طريق الحب حتى لو كنت متزوج حتى لو كنت مرتبط يمكن صار لك فترة طويلة ان دائما مثلا تسوي الانشطة او تدير البيت تدير العلاقة مع الزوجة ومع الشريك بطريقة انه احنا دائما شركاء احنا دائما نسوي كل شي مع بعض وانا دائما ارجع ارجع لشريكي في كل شي قبل ما اخذ قرار اهني اشوفك لو ابتديت تاخذ طاقة الاعتماد على النفس انا من بدون شريكي لان اذا ما اعرف انا من بعيد عن هذا الشخص هاي اللي انت تقول يا برج السرطان اذا انا ما اعرف انا من بعيد عن هذا الشخص معناسه ما اقدر اعطي اللي يتوقع مني معناته رح يظل مخضول هذا الانسان صح اوكي الشمس كرت برج الاسد رح تكبر شوف الشمس دائما توضح الامور عندنا او معناته فيه طريقة بينك وبين هذا الشخص اللي انت حطه في بالك ولكن مو الطريق الاعتيادة بما معنى مو قلت لك انت هناك في في السابق انك دائما تبادر ولكن اللي اشوفه هني لماذا هذا الشخص متأثئف ما قاعد ينظر لأي من المبادرات او او حتى يلقي نظرة او او لهذا الشخص بشكل عام مكانتك في حياته ابتدى يشوفك انت نفسك في ضوء جديد شوفت لما يكون عندنا لوحة جميلة او منحوطة معينة حطوها في المعرض تحت افضل اضاءة انت هاي اللي مقبل عليه في المرحلة القادمة في نظر الشخص الثاني راح تصبح اللوحة المميزة او الشخص المميز راح تصل في نظره الى درجة من الكمال وينبهر حتى تكبر بعينه ولو انه كان متوقع انه دائما انت اللي راح تبادر ولكن هذا الشيء تأكد اعتزازك بنفسك في الفترة القادمة راح يخليك تكبر بعينه الكرت اللي بعده ملكة السيوف الملكة اللي تعرف تحب حد طاقة السيوف تقريبا هي عكس طاقة الماء طاقة الماء هي طاقة الانسيابية اللي ما تحب المواجهة ولكن هني انت قاعد تاخذ طاقة وضع الحدود ارسم حدود صح؟ مو قدت لك انت هني تنحت هذا مستوى ثاني للقوة اللي انت ان شاء الله خلال اسبوعين القادمين راح تصل فيها في هاي العلاقة مع هذا الشخص هذا الشخص مو محتاج حب عطيت الكثير من الحب انت هني محتاج طاقة توضيح شمس وسيوف احط لك حدود وافهمك ونقعد مع بعض هذا هي طاقتك نعم كرت الشراكة عندي الشريك الغصنين راح يختار انه يدخل في العلاقة مثلا لو اهو اللي كان عنده هذي الطاقة رجل داخل العلاقة ورجل خارج العلاقة اوقات يكون بارد اوقات حار اوقات يقترب اوقات يبتعد لكن وجود طاقة ملكة السيوف عندك راح تخليه يلتزم يثبت اتثبته مثل ما هاي الغصنين منغرسين في الارض راح يثبت لان الحقيقة اللي يحسها دائما هذا الشخص كان دائما يبحث عن خلي نقول شرارة فيك شرارة المواجهة شرارة الشجاعة شرارة التوضيح انت اثبت له اما انك هني اثبت له وما شف هذا المشوار فهذا راح يشوفك فضوء جديد وراح يكون جدا متحمس او منه ومن نفسه حتى يلتزم معاك ما ينظر منك انت اللي تبادر او هو اللي يلتزم من نفسه هذا هو اللي انت ان شاء الله مقبل عليه مع الشريك خمسة الاكواب وداعا للمرحلة المؤلمة وداعا للمرحلة اللي انا دائما اطرق فيها الباب على هذا الشخص وما يجيب لا عجلة الحب تغير الوقت تغير الوقت اللي كان قوي اصبح ضعيف واللي كان ضعيف اصبح قوي تغيرت المعادلة بينك وبين هذا الشخص او على وشك انت تغير في الفترة القادمة اللي كانت له اليد العليا اصبح الحين هنا مستغرب لماذا برج السرطان ما يبادر او ما يلحق وراي او ما يسأل عني انا متعود ان دائما مثلا انت اللي تكون متواجد لان اتشوف برج السرطان مو من الابراج اللي يهتم في موضوع مثل الكرامة والكبرياء لا من الابراج المتواضعة فهذا الشخص فهمك غلط ولكن في الفترة القادمة رح يفهمك وجدا صح بما ان عندنا كرت الشمس وهو كرت الوضوح الحقيقة رح يتضح له الجانب القوي منك الجانب الصارم منك رح يعجب في هذا الجانب ترى لا تخاف انه مثلا يهرب او اي شي لا بالعكس رح يقف منتصب المكانه ثابت منغرس ويقولك خلاص الحين لازم ناخذ فعلا خطوات جادة لانه تغير الوقت لانه عرف انه ابتدى يخسر سيطرة على الوضع اسلوب القديم معاد ينفع معاك ويأتي بنتيجة لانك خلاص تخطيت انت هنا اشوفك في خمس الاكواب تخطيت المرحلة المؤلمة او المرحلة اللي تنتظر فيها شخص ان يقبل عرضك برج السرطان اشوفها في فترة القادمة توقف عن ارسال العروض تجاه الشريك حبا في نفسه التفاتة لنفسه خلا نشوف الى ماذا سيتطور الوضع خلال اسابيع القادمة بينكم برج السرطان اوقات بعض التغييرات اللي نقوم فيها ممكن اثرها هيكون سلبي مع الشريك ولكن التغييرات اللي انت مقبل عليها برج السرطان جدا جميلة رح تكون طريقك المختصر الى قلب وعقل هذا الشخص واحترامه حتى نشوف كرتك انت تسعة الاخصان عدم الاستسلام الثبوت والصنود تقريبا مثل ملكة السيوف ثابت وصامد مصر على موقفك مصر على انا واقفة هنا انت تقول انا واقفة هنا ما راح قلتلك ما راح اقدم عروضة اكثر وما راح ارسل اي خطوات ما راح اقوم باي خطوات حتى تجاهك خلاص انتهيت من المبادرات عندين انا واقفة هنا اذا شعرت بالرغبة انت تفضل عندي هنا واقف ورجى السرطان واقف وثابت خلنا نشوف الشريك ثلاثة السيوف الشريك جدا راح يكون راح يكون جدا مصطوم من طريقة تصرفك قرى عندك واي طاقة هوائية هنا احتمال انك تتعامل مع شخص هوائي وانعكست الطاقة ليش عندنا هنا عجلة الحظ انعكس اللي كان فوق صار تحت واللي تحت صار فوق اللي كان يتعامل باسلوب دائما مائي ولطيف اصبح الآن الشخص القوي في العلاقة واللي كان دائما متعود انه يحصل على كل شيء بالراحة اصبح مخذول ومصدوم ان شلون برج السرطان من وين اتت لهاي القوة والثقة يتصرف بهاي الطريقة ولكن قاعد اشوف في النهاية شوف ثلاثة السيوف هو الم او صدمة نعم ولكن الصدمة دائما يأتي بدالها بعدها شفاء شفاء لتوازن هذه العلاقة لطريقة تعاملك حتى على المدى الطويل انت ما تبي تغييرات مؤقتة انت تبي تغييرات تدوم مع هذا الشخص فحان الوقت يا برج السرطان ان نضع الامور في نصابها الصحيح مع هذا الشرك اللي بالعكس رح يستقبل تغييراتك بكل احترام وتقدير وعندنا هنا رغبة في ان ينظم اليك عزيزي برج السرطان هذه كانت قراءتك لشهر يونيو